البطريق الامبراطوري أبتينو دايتس فورستيري هو أحد أنواع البطريق الكبيرة والمعروفة بقدرتها الرائعة على السباحة والغوص في المحيطات القطبية يعتبر البطريق الامبراطوري من بين أكبر أنواع البطريق حجماً حيث يصل طوله إلى حوالي وعشد واثنين متر ويمتاز بوزن يصل إلى خمسة وأربعين كيلو جراماً واحدة من أبرز ميزات البطريق الامبراطوري هي قدرته الاستثنائية على الغوص والبقاء تحت الماء لفترات طويلة فهو قادر على الغوص لمسافات تصل إلى مائة وخمسة وفنسين قدماً حوالي سكة وخمسين متراً تحت سطح الماء وهذا يعتبر إنجازاً مدهشاً في عالم الطيور والثدييات على حد سواء تعتبر القدرة على الغوص لعمق مثل هذا مهمة جداً للبطريق الامبراطوري للعديد من الأسباب أولاً تحت الماء توجد مصادر غنية بالطعام مثل الأسماك والقشريات التي تمثل غذاء البطريق بالغوص إلى عمق كبير يتمكن البطريق الامبراطوري من الوصول إلى هذه المصادر والحصول على كميات كبيرة من الغذاء ثانياً البطريق الامبراطوري يستخدم الغوص العميق كطريقة للهروب من الأعداء والمفترسين فعندما يكون تحت الماء يكون البطريق بعيداً عن مجال رؤية الحيوانات البحرية المفترسة مثل الأسماك الكبيرة والأخطبوط هذا يسمح له بتجنب الاعتراض والهجوم من قبل هذه الحيوانات عملية الغوص لمسافات طويلة تتطلب تكييفات في هيكل ونظام الجسم للبطريق الامبراطوري لديه مناطق مكثفة من الدهون تحت جلده للعزل الحراري وتوفير الطاقة وريشه الكثيف يساعده على التحكم في تدفق الماء والسباحة بكفاءة عالية كما يتمتع بعضلات قوية تمكنه من التحمل والسباحة بشكل مثالي بالإضافة إلى ذلك يتمتع البطريق الامبراطوري بقدرة فريدة على تنظيم معدل ضربات قلبه وتوزيع الدم في الجسم أثناء الغوص عندما يغوص يتم تقليل ضربات قلبه ليساعده على توفير الأكسجين وتقليل استهلاك الطاقة في العضلات هذا يسمح له بالبقاء تحت الماء لفترات طويلة دون الحاجة إلى التوجه إلى السطح للتنفس في المقابل على الرغم من تقدم التكنولوجيا في مجال الغواصات الحربية فإنها لا تستطيع الوصول إلى عمق الغوص الذي يمكن للبطريق الامبراطوري الوصول إليه تعتمد الغواصات الحربية على الأساليب الميكانيكية والتقنيات الحديثة للغوص وعلى الرغم من تطورها إلا أنها لا تزال تواجه قيودا في العمق الذي يمكنها الوصول إليه خلاصة البطريق الامبراطوري يعتبر مخلوقا مذهلا يتمتع بقدرات استثنائية في السباحة والغوص قدرته على الغوص لمسافات تصل إلى مائة وخنسف واثنين قدما تحت الماء تجعله يفوق القدرات البشرية والغواصات الحربية هذا يعكس تكيفه الرائعة مع بيئته القطبية وقدرته على البقاء والازدهار في ظروف قاسية